مبارك وأيام محمد موسي ما هو الجديد الذي يمتلكوه حتى يقدموا ما تمانيتم لا انتماءهم لهذه المصفات هو ميزة وليس عيبة هم يعرفين مشاكلها وما در فيها واستطيعونها لأنهم يعني كلهم الحقيقة وكلهم يستحقوا ثقة وأهل المصفة يعني أقامات صحقية كبيرة وعلى دراية كبيرة المصفاتنا القرنية ما شفنا حفظنا القرنية هذه وعمل بها أكثر من سرئيس ديئة من تحقيق النصر من أعضاء المخابة سرئيس ديئة من هذه المصفات فالإمثالي حتى المصفات القرنية التي نجحتها نجحتها نجحت بأوادي أبناء هذه المصفات القرنية يعني ربودوا المصفة بإماركاً لوادي هذه المصفات يعني كما نقول هم أدراب هذه المصفة نعم واستطيعنا أن يعني أدعوا خطط من مهمين ومالياً مصفات المصفات أنا شكراً يعني متحاوب جداً متحاوب أصلاً بإمنا إن شاء الله ونحن على أعكاد يعني أن نمر وأصبح لدينا بسطورة جديدة من قبل المصفة الحراث ومينها وعلى رأسي حراث الآن محراث عمد أن نحن عمها هذا بسطور الجديد على نحن غير المصفات أنا وفق بكلهم إن شاء الله نحن عفظونا على هذه المصفات وسواهدونا بإمارة أصاب بقونا في إقعادة بنهاية المصفة الحويل وهي تفعود حفظتنا القومية يعني الصحافة الحرة في مصر وإنها يعني هي التي تمت التقليل الخاطرة لتطور الصحافة المصفة إن شاء الله نتمنى ذلك أشكرك شوكراً جزيلاً للأستاذ كامال فهم وأنت وكياً نقابة الصحافين إذا كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة أعلن المهندسة عبدالله فوزي رئيس شركة المترو عن انتزام حرقة الخط الأول وعودتها لطبيعتها ذلك بعد رفع بثة الشاب الذي سقط من أعلى كبر محطة الزهراء أمام أحد القطارات فيما توقفت حرقة المترو حتى وصول فريقين من النيابة لمعاينة مكان الحادثة تعد الطاقة الشمسية أهم مصادر الطاقة البديلة المتجددة والمستدامة لذلك تسعى نصر من خلال أجلستها العلمية في التوسع في الأبحاث المتعلقة بتطوير هذه الطاقة ويعد هذا التطوير خطوطاً على طريق تأسيس قاعدة من الإنتاج المحلوي لوحدات تبنية طاقة الشمسية في مصر البحث عن مصادر طبيعية للطاقة تكون متجددة ومستدامة قضية تمثل أولوية قصوى بالنسبة لدول العالم المختلفة خاصة مع تفاكم خطورة ظاهرة الاحتباس الحراري وما نتج عن استخدام المصادر التقليدية للطاقة من تلوث كبير لكوكب الأرض ومن هنا أصبحت الطاقة الشمسية تمثل أحد أهم مصادر الطاقة البديلة احنا بنزيد وكمان عايزين نسمع وعايزين ننتج ونعمل ده بقى هنجيب الطاقة بتاعته من من وقود ملوث ولا نستورد وإن ربنا عطانا منه لا ينتهي لا ينضب حضر الله مصر بموقع جهرافي متميز فهي تعتبر في قلب الحزان الشمس العالمية فهي من أفضل دول العالم في عدد ساعات سطوع أشعة الشمس التي يمكن أن تستخدم لتحويل الطاقة الشمسية إلى قهرباء إلى أنها حتى الآن لم يتم استغلالها بالصورة المثلة تصنيع الطاقة الشمسية السعر بتاعها بيبقى أغلى من الطاقة القهربائية فدي خضرتك أحد المعوقات اللي بتخلي انتشارها محدود فبالتالي ده لاجب وضع نظام أو آلية أن يدعم سعر الطاقة الشمسية من وسط الحكومة لكي ما تكون منافسه وفي محاولة من جانب الدولة لتطوير النموذج المصري لنظام الطاقة الشمسية المركزة والتوسع في الأبحاث المتعلقة باستغلال الطاقات المتجددة تم إنشاء المحطة التجريبية لمركزات الطاقة الشمسية التي تمثل أحد المشروعات الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بوزارة البحث العلمي مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة نحن عملنا جزء هو من جمع الشمسي بيجمع الشمس وعن طريق الحرارة للمجهة من هذا التجمع بنيقدر نسخن نياه نطلع بخار ونبالد كعربا المتجددة متوفرة في مصر بكميات كبيرة جدا تكفي نحن نستغني على المحطات الطاقة التقليدية لكن العملية تتطلب بحث وتطوير عشان ننزل باقتصاديات هذه التكنولوجيات تبقى منافسة للتكنولوجيات التقليدية هلما تعاني مصر من أزمات في الطاقة وارتفاع استهلاك المواد البترولية والنقص في السولار أصبح من الضروري ترشيد استهلاك الطاقة ومن هناك تبرز أهمية العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية التي تنعم بها مصر لسد احتياجاتنا من الطاقة مها إسماعيل أميل أعلن وزير الصحة الإبنانية علي حسن خليل أن عرض قتل انفجار حارة الحريق بضحية بيروت الجنوبية الذي وقع اليوم بلغ أربعة شهداء بالإضافة إلى أجلاء جثة لم يتم تعرف عليها وأكثر من سبعين مصاباً هذا قد أغلق حزب الله الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار وانتشرت عناصره بكثافة وعملت على إبعاد المواطنين الذين احتشدوا في مكان الانفجار حالة من الفراغ الأمني بتزام مع اعتراب سياسي يشهدها لبنان تكشف عن ملامحها المؤلمة انفجارات تحصد حياة كثيرين بين قتيل وجريح وتهدد السلم المجتمعي في البلاد انفجار قوي هو ثاني من نوعيه في لبنان خلال أيام قلائل لكنه يستهدف هنا ضحية بيروت الجنوبية وهي المنطقة التي تعرف بمربع حزب الله الأمني الانفجار أسفر عن سقوط عدد من القتل والجرحة فضلا عن أضرار كبيرة في المنطقة وقع التفجير في حارة حريق بمنطقة بئر العبد وهو شارع تجاري مزحم يضم مقرا لأحدى القنوات الفضائية التابعة لحزب الله البناني ياتي هذا التفجير في سلسلة تفجيرات مماثلة استهدافت مناطق تقع تحت نفوذ حزب الله والتي تزايدت مؤخرا بعد مشاركة قواته في الحرب السورية انفجار الضاحية الجنوبية ياتي بعد أيام من تفجير استهدف وزير المالية اللبناني السابق والعضو في قوى رابع عشر من أذار محمد شطح والذي وارف عنه معارضته لحزب الله وهو ما دعا إلى توجيه أصابة لاتهام إلى الحزب بالضلوع في عملية الاغتيال تلك وبشكل نعم تثير أعمال الأنف والتفجيرات التي تستهدف أي طرف في الأعملية السياسية والتي فشلت حتى اليوم في التوافق على تشكيل حكومة جديدة تثير المخاوف بين أبناء الوطن الواحد من انتشار الاغتيالات السياسية وإشعال نيران الحرب الأهلية في بلد يحمل تاريخ صفحة سوداء منها وتجربة مريرة يتوارفها أبناء بلد الأرض ولمزيد من المتابعة واندم إلينا من بيروت ساركس أبوزيد المحلل السياسية بعد تحية كيف ترى هذه الأحداث والتي تستهدف بشكل كبير أطراف العملية السياسية المتماحرة في لبناء ووضع حقا أن لبناء دخل مرحلة من القوضة وهو ينظل أكثر فأكثر في اتجاه الجزء المتنطبة الكل يعلم بأن المنطقة المنتدة من المتوسط إلى الخليج تشهد اتراع بين مشروعين مشروع تكثيري إرهابي ومشروع بناء الدولة لذلك أنا برأي أن هذه العمليات الإرهابية هي واحدة الهدف منها إثارة الفتنة والفوضى في لبنان خاصة بعد الفوضى الدستورية والسياسية للأسس بأن لبنان أصبح الآن بحالة من الفراغ السياسي هناك مجلس نواب مبدد له وهناك عجلس بإجراء الانتخابات النيابية هناك حكومة مستقيلة ورئيس مكلف قادر على تشكيل حكومة جديدة ورئيس جمهوريا ليس له صلاحيات وغير قادر أن يكون رمز لشرعية تجتمع حولها كل الأطراق إذن هناك فوضى في الحالة السياسية والدستورية مما يتيح المجال أمام كوى الأرهاب بأن تضرب بأكثر من منطقة لبنانية وهناك توقعات بأن هذه العمليات سوف تزداد من أجل تجييش النفوس من أجل التعبئة الطائفية والمذهبية من أجل مزيد من الترجير الخطر أيضا بأن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة أيضا أحيانا تتوتر البعض يراهن على تدخل إسرائيلي أو ضربة عسكرية كما حصل في العام 1983 لأنه ربنان عشية انتخابات أن هناك استحقاط رئاسي انتخاب رئيس جمهورية البعض يعتقد أنه إذا أوجد البيئة الفوضى والفلتال والفتنة بإمكانها يفرض الرئيس الذي يريد لذلك أنا برأيي هذه العملية هي تأتي في هذا الصياك هي في تعميم الفوضى في منطقة المشرق إلى مزيد من الفتنة في لبنان من أجل أنضاج ظروف لرفض كل تسوية أو كل حل سياسي من أجل تدمير الدول الموجودة من أجل تدمير الكيانات السياسية لحتى يتسمى لثوى التكثير والفوضى أن تنشر رأيتها ولواءها على المنطقة المتحدة نعم سيد ساركسيون هل يمكن القول أن هناك بالفعل مؤامرة تحاك ضد لبنان إغراقها في دوامة الفتنة أم عدم التوافق بين القوى السياسية والحزبية المختلفة في لبنان وهي المسؤول الأول عن ترد الأوضاع السياسية والأمنية أيضا يعني دعيني أعيد تركيب السؤال بشكل تالي بأن هناك أسباب أقليمية ودولية خاصة بعد سقوط النظام الرسمي العربي هناك اضطرابات وثورات وفوضى في أكل من بلد العربي وهي الهدف منها بناء عالم عربي جديد لم تتكون أو لم تعرف ما علمه بعد ولكن بكل الحالات له العكاس على الساحة اللبنانية وبشكل خاص ما يجري في العراق وفي سوريا له العكاس أيضا على الساحة اللبنانية إذا هناك وضع أقليمي ضاغط وهناك أحيانا البعض يرسم خرائق جديدة خاصة بعد مرور مئة سنة على الحرب العالمية الأولى وعلى التفاكية السايكس بيكو التي قسمت المشرك العربي هناك البعض يخطط لملزيد من التقسيم لسايكس بيكو جديد وهذا يعني بأن لبنان مرشح بأن يكون مقسم أو أن يلغى وجوده إذا لم يكن له أي مقسم